اشتركوا في القناة حيث انه في لحظة مؤسرة انهار احمد عصام اثناء مراسم الدفن وسط حالة من الحزن الشديد عليه حيث قام الفنانان تامر حسني وحماد هلال بمواسطه ودعمه بعد ان غلبه البقاء وكان احمد قد اعلن نبا وفاة والدته عبر حسابه على انستجرام مرفقا صورة لهما معا وكتبا ان لله وان اليه راجعون لله ما اعطى وله ما اخذ كل شيء عند الله باجل مسمى فقط اغلى ما في حياتي ام الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف دعوتكم لها بالرحمة والمغفرة وقبل وفاتها بساعات شارك احمد صورة لهما والدته طالبا الدعاء لها معلقا يمكن يكون لسه في امل ما تسبنيش وتمشي ارجو الدعاء الامي وهي في امس الحاجة للدعاء انا لله وانا اليه راجعون الله يرحموا ويغفر الله وانا نكون وصلنا الى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة